بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي تعبت من التربية رسالة بتوصلني من كتير من الأخوات بتشكيلي وبتحكي إنها تعبت من التربية ومش عارفة كيف ممكن إنها تكمل هذا الدور لا شك يا أخواتي إنه التربية صعبة مش سهلة وكل مالنا وكل مالنا بنتقدم إحنا بالعمر أو الحياة بتمشي كل مال التربية بتصير أصعب صار في كتير مغريات في الدنيا صار في كتير إلكترونيات وألعاب وبرامج أو ألعاب على الإلكترونيات صارت تلهي الأطفال كتير ولا شك إنه كل أم فينا كل ما كترت أطفالها أو كتر عددهم بتصعب التربية أكتر وكل ما كبروا بتصعب التربية أكتر يعني بعض الأخوات لما تجي تشكيلي تحكيلي حس إنه مش عارفة أنظف ابني من الحفاضة أو مش عارفة كيف أفطمه أو أفطمها وكتير متغلبة شو ممكن إني أعمل؟ بتحس إنه هاي مشكلة كبيرة يا ما أحلى إنه تنطفي الطفل من الحفاضة أو تفطمي من الأنينة بين مشاكل المراهقين مشاكل المراهقين ما شاء الله عليهم فعلا يعني صاروا يشيبوا البني آدم فكل ما كبروا الأطفال أكيد كل ما كترت مشاكلهم وكل ما صارت التربية أصعب وكل ما الوحدة فينا كان عندها عدد أطفال أكتر أكيد كل ما حملها بده يكون أكتر ولكن يا أخواتي كل ياتنا نتذكر إنه بإذن الله رب العالمين هذا كل ياته جهاد إلنا جهاده بإذن الله رب العالمين إنه باب إلنا للجنة فهذا الشيء دائما حطيه في حزبانك إنه أنت هذا جهادك في الأرض هذا الشيء اللي رب العالمين حطك في هاي الأرض بحيث إنه يسهل عليك الطريق للجنة فخذي هاي التربية وكأنها جهاد لما تربي الأطفال ربيهم لإرضاء الله عز وجل ربيهم بحيث إنك تقابل الله عز وجل وتكوني عارفة إنك عملتي إشي صح في هاي الدنيا وتركتي وراكي أثر خير اللي عمر في هاي الأرض فدائما نعمل على إرضاء الله عز وجل هذا شيء دائما نخديه قاعدة وإيشي أكيد لازم كل ياتنا نتوكل على الله عز وجل في تربيتنا هاي الأطفال دائما نتوكل على الله في كل شيء بإذن الله رب العالمين بساعدنا هلأ لا شك إن كلاتنا منتعب ولا شك إنه مرات بدنا فترة راحة إشي اللي يطلع من عنا هاي الطاقة أو يدب فينا طاقة زيادة للأسف كتير من الأبهات بيكونوا تركين حمل التربية كلاته على الأم وهو بيكون دوره إما إنه متران يدخل المصاري على البيت أو يكون دوره في التربية وفقط وقت إنه في عقاب للأطفال أو في صراح على الأطفال ومعظم ما بيكونوا تركين الحمل كلاته على الأم طبعا مشكلاتهم ولكن الأغلبية هاي لبعض الشكوات اللي بتجيني هلأ أكيد بعض الأوقات حلو إنك تستعيني في حك في التربية ممكن إنه تأخذ إليك زي فترة راحة يوم من الأيام تروحي لحالك على السوق وتتسلي تروحي على الصالون أي شيء ممكن إنه يدب فيك طاقة أو تطلع تفرغي من هاي التعب اللي عندك إذا الأب ما بيساعد ممكن إنك تستعيني في أم في أخت في صديقة في كتير مرات مراكز ممكن إنك تتركي الأطفال معهم طبعا المراكز تكون أمان تتركي معهم الأطفال وتأخذ شوية فترة راحة إليك بحيث إنه فعلا تتجددي نشاطك شوية شوية هذا الشيء حلو تقريبا يعني مرة ولو حتى مرة بالشهر الأم إنه تعمله لنفسها وإتتخذه إلها لنفسها بحيث إنه فعلا تتجدد تاقوه كمان إيش كتير منيح يا أخوات إنه مرات إحنا في التربية بنكون ضايعين مش عارفين إذا هذا أنا بتصرفه صح ولا لأ وكل يعطنا هذا الأكيد يعني الشيء مش لا حدا ولا حدا لأ كل يعطنا حتى أنا كتير مرات بشوف يعني إنه ليش أنا عم بعمل هيك هذا غلط لازم أتصرف هيك مليان في دورات تربية أو حتى فيديوهات على اليوتيوب لكتير دكاترة أو كتير أخوات ممكن إنه نستعين فيهم شيء معين أنا مش عارفة كيف دي أتصرف فيه مع الأطفال ممكن إنه أجيب كتاب أقرأ عنه فيديو أستعين فيه هذا كلياته يعني هلأ صار كتير سهل إنك توصلي فحلو إنك تأخذي استعانة بالتربية عن طريق هاي الدورات مرات بيكون شيء معين ممكن هذا الشيء بالذات تبحث عنه وتشوفي كيف ممكن إنك تعالجي هاي المشكلة أو تأخذي دورة كاملة طبعا فيه كتير دورات مقدمة مجانا أو بيكون مثلا تكلفة تبعتها بسيطة كمعاني كتير حلو إنه تحاولي يا أختي قد ما تقدر إنك تتحكمي في عصبيتك العصبية والغضب بيساعدوا كتير إنه تضلك متحكمة في نفسك في تصرفاتك في قراراتك العصبية والغضب سبحان الله بيتخرب علينا كتير وكل يعتم نقدر إنه يتحكم في العصبية والغضب في كتير من الأخوات بتفكر إنه أنا مولودة عصبية لا هذا الشيء غلط يا أخواتي هذا الشيء مش إنتي مولودة فيه هذا الشيء إنتي اكتسبتي وإشي ممكن إنك تتخلص منه لأنه لما بتتخلص منه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكى لنا الحديث إنه لا تغضب فهذا الشيء إحنا ممكن إنه نتخلص منه أو نتحكم فيه إن شاء الله رب العالمين وأكيد يا أخواتي كل يعتنا نحاول دائما وأبدا نستعين الله عز وجل في دعائنا ضلك إدعي لنفسك ولأطفالك الدعاء كتير مهم يا أخواتي هاي بعض النقاط اللي حابت أقدم لكم يا أخواتي بحيث إنه أساعدكم شوية في التربية أو ننبه نفسنا دائما إنه تربيتنا لأطفالنا هاي جهاد إلنا في سبيل الله عز وجل فنحاول إنه نؤدي الواجب هذا بإذن الله رب العالمين قدم نقدر على كمال جزاكم الله خير أخواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته